والآن اسمحوا لي أن أدوى فخامة الرئيس السياس أفرقي رئيس أريتريا للقاء كلمته السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس دولة مصر العربية وأهني بتنظيم هذه القمة لجوار السودان وكما طرحنا في أكثر من مناسبة لتصورنا ودعمنا لهذه المبادرة نعتبر هذه تكون فرصة سانحة للسودانيين والشعب السوداني بمؤذرة جيرانهم لإيجاد مخرج من هذا المستنقع اللي داخل فيها دون أي مبرر ونرى في هذه المبادرة مبادئ أساسية مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلال السودان ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل إلى بر الأمان الانتقال إلى بر الأمان تحتاج إلى خطة تحتاج إلى جهد تحتاج إلى معاذرة وهذه المبادرة ستكون في نهاية المطافة هادفها تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني اللي سيكون عنده الأول لكلمة الأخيرة لتجاوض هذه المحنة كل دول الجوار تساعد الشعب السوداني حتى يحل المشاكل مش تدقلات خارجية ولا تدقلات محلية ولا حتى الرفضة غلية تتعامل مع الوضع الخارجي لتأمين لتعقيد الموضوع يكون هذه فرصة بداية لعمل جماعي لتأمين المناخ في السودان حتى تنعم كل الدول المجاورة بالاستقرار والتعاون مع السودانيين وتأمين هذا المناخ يعني منع تدقلات خارجية قريب كثير تحتى أي مسمى مسميات إنسانية حتى التدخلات العسكرية لتعجيج الحد تحتاج إلى وضع حد لكل هذه الأمور وأقول هذه المبادرة مبادرة هي مبادرة طيبة لكن بداية لمسيرة طويلة جدا لأن الانتقال من الحالة الموجودة فيها الشعب السوداني إلى بر الأمان ستأخذ مجهودة ستأخذ وقت ستحتاج إلى إمكانيات وكما أسلفت وكما أطرحت في المدخل أكون في آلية واضحة ذات مراجع عملية ثم جمع موارد تزمح لهذه المبادرة لدول الجوار حتى الشعب السوداني يتمكن من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لكل الدول المجاور وأقول دون تدخلات خارجية دول جوار السودان عندها الإمكانية والقدرة لفسح المجال والمساهمة أيضا في تأمين الانتقالات يجب أن لا يكون التركيز على الحالة الموجودة الآن الحالة التي لا لها أي مبرر في اعتقادنا أهنا وفي اعتقادنا الكثيرين أنه لا يوجد مبرر للحرب في السودان المطلوب الآن هو إعطاء فرصة لهذا الشعب الذي أطاح بنظام بائد دمر السودان سياسياً اجتماعياً اقتصادياً وأمنياً ينتقل السودان إلى حالة تساعد بتأمين الاستقرار في السودان ثم التأثير على الدول المجاورة من هذا المنطلق أقول هذه المبادرة مبادرة طيبة يجب أن يكون لها نفس طويل يجب أن تكون فيها أرواة واضحة تكون آليات فعالة وعملية والاستعداد لدول الجوار في تاريخ المنطقة تاريخ الأقليم الذي نعيش فيه هو فريد من نوعه وهذا سيكون نموذج لحلول غيرها من المنطقة المشاكل في القرن الأفريقي المشاكل في البحر الأحمر المشاكل في قرب أفريقيا المشاكل في الشمال ستعتمد كثيراً على ما سينتج عن هذه المبادرة لتعمين المناخ لشعب السوداني تجاوز ومرة أخرى أشكر سيادتك وأشكر كل الموجودات التي وزلت في هذا المجال وأؤكد أن الالتزام هو التزام طبيعي وهذه المنصة الطبيعية يجب أن تستمر وتنجح في نهاية المطاف وأنا متأكد أنه سيكون النجاح حليف لهذه المبادرة وشكراً أشكر فخامة الرئيس السياس أفوركي على كلمتي ترجمة نانسي قنقر